اشتركوا في القناة واقتصادية بلا زبدة تجيب صراحة رائعة وهشيشة وبحشوة اكتر من رائعة بكل صراحة يعني ما نقولوش عليها غير حلوة ديالد وزاتاي ولكن الحلوة حتى ديالد ديال هديم دوب المقادير وعلى بركتي اللي غد نحتاجون نصف كأس ديالسكر سنيدة علبة دياللياغورت ديالشوكولات نصف كأس من الميزينة أو من ناشط دورة تقريبا ثلاثة ديالكووس إلا ربع ديالد دقيق زجد الكووس مملؤة جيدا والكأس الثالث إلا ربع غد نحتاجوا نصف كأس من زيت نباتية وغد نحتاجوا بيضة بحرارات المطبخ كذلك ملعقة من الكاكاو أو الشوكولات المر لكان عندكم دياللعبار إلا ما كاش نتوفر عندكم دياللعبار فغد تستعملوا صشية وحدة فقط وغد نحتاجوا ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلويات ما يعادل أربعة جرام غديمضى إن شاء الله وعلى بركة الله باش نجمعوا هذه المكونات ديالنا غنيحتاجوا برول كبيرة أو لقصرية مهم فاش ما بغينا نجمعوا غدي نضيف الزيت نضيف كذلك سكر ساندة نحاول أنني ندوبهم مع بعض واحد شوية ثم نزيد قبيصة ديال الملح لتصحيح الدوق وخمس بقليش وذكرتها مع المقادير لكن الملح دائما كنضيفوها سوى كان يعني المكوين ديالنا أو للمقادير ديالنا مالحين راح كنعطو بها الدوق المالح وإلا كان عندنا الحلو فراك نصح بها الدوق الحلو غدي نضيف كذلك علبة ديال الياغورت فأنا هنا استعملت علبة ديال زوج درهم ممكن فقط استعمال العلبة ديال درهم فكافي يا غي أنا بويت نعطيها شوية ديال لدي لنك هكتر ديال الشوكولات وغدي نحتاجوا بيضاء واحدة بحرارة المطبخ متوسطة الحجم مع الاستمرار في التحريك دائما نضيف الملعقة ديال الكاكاو أو الساشية واحدة من الكاكاو نحاول أن ينحرك غير بشوية لأن الكاكاو راح كي يطير لنا مع الخالد ديالنا يعني شاد دراسه شوية والكاكاو مني كنديروه راح كي يبدأ يطير نحاول يعني نحركه غير بشوية علينا بالمهل غادي نضيف هنا يا الناشا ننصف كأس حتى هو نفس الشيء نحاول أن ينحرك غير بشوية وندخله في العجين ديالي غير بشوية أورى في الخالد ديالي فاكما كتشوفو راكا يقل بسهولة وحتى العجين ديالي كي يجي يعني فتي وزوين وما فيش بزاف ديال المقادر هنا غادي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق بعنات فأنا هنا حتاجيت جوج ديال الكؤوس كي ما قلت لكم ولكأس تالت إلا ربعيني ثلاثة ديال الكؤوس إلا ربع ضفت علي المرعقة ديال الخاملات الحلويات باش هكا تخلط لي مزيان مع الدقيق ديالي كين بعض البنات أو بعض السيدات اللي قدروا يحتاجوا غير زوج الكؤوس ونصف كين بعض السيدات اللي قدروا يحتاجوا غير زوج الكؤوس واربع إلا دارو الياغورت ديال درهم وعلى حسب كذلك البيضاء على حسب الدقيق واش كي تشربوا للا يعني ما نضيفوش الكيمياء كلها ديال الدقيق من الأول باش هكا نقدروا نتحكموا في العجين ديالنا ونعرفوها يعني كيفاش في نوصل يعني واش شدات راثها واش مازال نحاولو أننا نضيفو تدريجيا وحنا كنحركو باش هكا ما يجيناش العجين ديالنا قاسح أكتر من اللازم ومنين ديروه غادي تفرق علينا كله غادي تفرست في الفران وغايتغير لحت الحجن ديالها تماما يعني مالي تفقديك الحلوان اللي طبعتو من قبل فنحاولو نراعيو لهذا المسائل هادو باش هكا الحلوان ديالنا بعد ما نطبعوه نديروها في الفران تفق علينا غير واحد شوية وصافي يعني ماشي نقصحوها أكتر من اللازم باش تقول لها تفرقوا وتخسر لينا لأنه كديرو الحشوة من الداخل إلا قصحنا العجين غادي تخسر لنا فنحاولو نخليوها لينة واحد شوية يعني كتلتسق باليدين وفي نفس الوقت مجموعة فانا كنزيد الدقيق تدريجيا بالنسبة للعجين فما كتحتاج العجين لولو كنحاولو غير ندخلو فيها الدقيق بحل لك نخدمه صعب لي نحاولو ما أمكن ندخلو فيها غير الدقيق رأي كتجي يعني سهلة سهلة جدا وكتجي رائعة في المداق وكذلك كمشتوا معي في الأول حتى المنظر ديالها كي يجي أرقام ما تقوليش أنها الحلوى اقتصادية هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي يعني كتكون خفيفة وفي نفس الوقت كتكون شاد دارسها فغادي نحاول نغطيها بالبابيسي في غزة اولا شي بلاستيكا اولا شي توب لا عندي متوفر ونحطها جانبا على من وجه الحشوة فبالنسبة للحشوة ديالي أنا غادي نضيف هنا يا ربعة ديال معلقة تقريبا ديال الكوك وغادي نجمع بالكونفيتور بالنسبة للكونفيتور لكن عندكم ديال المشماش ممكن تستعملوه من الأحسن فأنا هنا عندي الكونفيتور ديال الفريز بس عملته أجمعت بها غير هو الحشوة ديالكم ما تكونش جارية أكتر من لازم ما تكونش عو تانية قاس حبقة كتفرس يعني نحاولو نجمعوها جمع لنا تكون كتكور كتشد لنا في اليدين صافي ونحبسه بالنسبة للحشوة اللي ما بغتش تدير الكوك أو لما كتكوش الكوك ممكن تدير اللوز مهرمش مع شوية ديال الشوكلاة ممكن كذلك إضافة اللوز مهرمش مع نيسلي أو نيسلي فقط أو نيسلي مع الكوك يعني كيبقى اختياري حسب الرغبة الحشوة ونأخذ هذه الحكاة كأهفون هذه العصارة عدي ديال الليمون هي باش غادي نخدم أنا إن شاء الله ماشي ضرور يعني لما كنتش متوفر عندكم ممكن تخدموه بأي حاجة متوفر عندكم ونحتاج بلاستيكا باش هكا نقدر نخرج العجين ديالي من هاديك العصارة بسهولة ويبقى لي الشكل ديالها كيف ما بغيت غادي ناخذ واحد الكيمية ونحاول أنني نكور ندير الضغطات بسيطة من الوسط ثم غادي ندخل الحشو ديالي في الوسط وغادي نحاول أنني نقفل عليها أو نسد عليها وننديرها في هذك المول ديالي أولا في هذك الحكاكة عفون في هذك العصارة فغادي نحاول أن نديرها ندير بلاستيكا بهادي الشكل باش هكا نقدر نجمدها بسهولة ونحط العجين ديالي ونحاول أن نضغط عليها باش تاخد لي الشكل ديال دوك الجوانب بالنسبة اللي تبغي تديرها غير بكورة ونضغط عليها ضغطة بسيطة من الوسط وتحاول أنها تدير فيها تدريجات يعني بحركة خطوط مائلة بالموس أو لا بالغلاقة ديال شي شي قرعة أو لا يعني كي بقى تزيين أو لا كي بقى هذا الطابع حسب الرغبة يعني مش ضروري أنك تديري نفس الطابع ممكن تغيري الأشكال هكا يجوك بزاف ديال الأشكال مغايرين وكذلك النكاهات يعني من الداخل تديري بزاف ديال الحشوات كي ما قلت لكم ممكن إضافات كذلك غير طريف ديال الشوكولات من الداخل ممكن إضافات قرقاء آآ تمر يعني كين بزاف ديال الحوائز اللي ممكن نضيفهم من الداخل مع عجينة تمر لك أنتم توفر عندكم حتى هي ممكن ديالها كجي معها غزالة غزالة بزاف لأنها كجيه شيشة هاد الحلوات ديالنا بالتالي مني كيدر مع التمر كي أعطي واحد المضاق روعة لكن حتى يعني بالكوك فأنا عجبتني بزاف بزاف اللي تبغي تجربها وكاد أكل الكوك يعني وكي يكلوا لها وليدتها الكوك فهو ممكن دير فيها الكوك أنا قلت لكم يعني غير حسب كين سيدات اللي ما كي يكلش لهم لوليدت ديالهم الكوك فغادي نستمر بالنفس العمل يحتى غادي نسالي جاء هاد الحلوات ديالي غادي نحاول نطبعها بهذا الشكل فأنا حاولت غير نوريكم هاد الحلوات الليولين حاولت يعني نزرب عليهم باش أنكم نشوفوهم لكن طريقة ديال الخدمة يعني غادي نخدمها يعني غادي نكور قاع العجينة اللي عندي ونحطها جانبان عادي غادي نتنعمرها باش هكا جيني الخدمة سهلة وميسرة ممقاش هكا نج بد بيدي العجينة ونعود تاني نشده يعني هديك كتهرسي بها الخدمة فبالنسبة لهاد الحلوات ديالبنت ممكن أنكم تخدموها كوموند كجي زوينة بزاف وحتى السيدات غادي تعجبهم وغادي يعني ياخدوهم عندكم واحدة من اللي بسيط وفي نفس الوقت يعني يعني ديكور ديالها كي جي زوين الكليان هاد شي اللي كي بغيت قريبا كي بغي شي حاجة اللي رخيصة وتكون بنينة بيانسور ما كنقولش لكم أنها ما بنيناش تكون بنينة وتكون يعني هكا زوين فيها المنظر فهذا الحلوة ديالبنت غادي تخرج بخمسين درهم بغيت تديري حتى الـ 12 ممكن تديريها خمسين درهم كجي زوينة بزاف واقتصادية وكجي تقيلة في الميزان لأنك يكون فيها الحشو كتكون يعني وازنك يكون فيها الشكلات وهي بالتالي أصلا كتكون كبيرة فأنا هنا درت الحبات ديالي أكبر بزاف لأني ختمتهم غير المنزل ديالي غي كفكرة قلت لكم يعني ممكن تخدموها يعني بالنسبة للبنات اللي بغيوا يبدأوا هكا وخاصهم يتعرفوا وخاصهم هذا فهذا الحلوة ديكة تجي بنينة بزاف بالنسبة لهذا المقادر هادو أنا قلت لكم درتها كبيرة عطوني عشرين حبة لكن ممكن تصغروها تعطيكم ربعين حبة حتى الـ 44 حبة لأن سبق لي من قبل درتها ودرتها صغيرة فهذا باب ويتنديرها غير المنزل ديالي وقلت أنني نكبرها واحد شوية باش هكا اللي يكلها وحدة صافي بارك عليه يشبع ما يخصنيش بزاف ديال الوحدات وهكا تسهلت على راسي ويتندير غيشي حاجة هكا اللي يضغيه يضغيه يزرب عليها هذا كشي لاش كبرته فهذا المرحلة هادي الفرن كيكون ساخن على أقصى درجات شعل من الفق ومن تحت إلا كان عندك الفرن ديال الكهرباء فغادي تخليه من الفق ومن تحت شعل وغادي تتحوليه لميتين درجة حتى تبلك الحلوة ديالك باللي راهات شقات وطابت تماما عد غادي تجيب ديها وإلا كان عندك الفرن ديال الغاز فغادي تشعليه حتى يسخن مزيان وغادي تخليه شعل من الفق ومن تحت وغادي تديري نار متوسطة لأن الأخليتين النار الجهزة غادي تلهب لك هاد الحلوة ديالك لأن كما لكم عارفين فالنار ضغيه يعني كتشد هكا قبل ما غادي تجيب طيبا لداخل حتى غادي تحرق لكم من الفق فنحاولو أننا نخليها على نار متوسطة ونخشيو فيها الحلوة ديالنا من بعد ما كتطيب لنا فكيكون الشكل دياله هو هذا تبالينا باللي راه شدت راسها وتغير واحد شوية اللون ديالها ونقش في هذا كالبريون كما نقبل كيكون هدو الشكل ديالها كتطيب من جميع الجوانب كما شتوا فكيكونوا فيها بعض تشققات على حسب يعني العجين ديالكم لقصحتها بالزفرة غادي تفرج عليكم كاملة لأن فيها الحشوة الداخل فهنا يا خليت صينية وغلبتها بالسلوفان باش هكا ما تصخليش الصينية ديالي منزيدش علية تعماري يعني نحيدها بسهولة خليت الشوكولات دوبتو في حمام ماريا أو حمام أو باماغي وبقيت كانت الشوكولات غير في القدام دياله يعني غير فوق دياله بهذا الشكل لأن الشوكولات عندي قليل لكن عندكم شوكولات كتير فيمكن لكم تغطسوها كاملة لكن من الأحسن صراحة بحل هالطريقة كتجي سهلة وبسيطة وغير مكلفة والمنظر أراه كاين يعني ركا تعطي منظر من الفوق كانت سامر بنفس العملية حتى كان سالي قاع هذك الشوكولات ديالي وكان حط الحلوة ديالي قبل يعني كنحاول أنني نزربها لبنات باشي مقام رخية بشوية علية باش قبل ما تكرم لي إلا كان عندكم قبل ما يكرم لي عفوان الشوكولات إلا كان عندكم شي عقيق بغيت وتضيفوه هلا كان عندكم يعني شي فاغمي سال وتضيفوه من الفوق وتضيفو كذلك الكوك من الفوق هكا يعطي منظر فأنا أخذت غير ملمع دير الشوكولات وبقيت كنديروه في صباعي وكان حاول أنني نرش باش هكا يعطيني واحد اللمعة من الفوق دير الشوكولات ديالي فأنا هنا يأخذت الذهبي ممكن استعمالات الفضي أو النحاسي حسب الرغبة كما قلت لكم لما كانت توفر عندكم وعلو فممكن إضافة الكوك أو لكانت توفر عندكم كذلك اللوزم هرمش أو الكوكوم هرمش ممكن إضافته من الفوق فقط يعني كيبقى غير كتزين يعني لمسة أخيرة لهذه الحلوة دي باش كيعطيها منظر زوين أما المذاقرة فيها من الداخل تبارك الله وماشاء الله كتجي روعة روعة هذا هو الشكل اللي لها من بعد ما كتبرد لنا كنديروها في تلاجح تتبرد لنا تماما تقريباً ربعا ديالسوايا باش تجمد لنا وتشد درسها فأنا حلتها باش شوفوها من الداخل كيباش كتجي داك الكوكو كتجي الارطباء وهشيشة لبنات لأنه كل ما كانت شارطباء فكانت غادي تفرسط ليها كاملة كما شتوفة أنا قطعتها بسهولة وصلنا لآخر الفيديو كانت مني يجبكم ما تخيش بكم خليتكم على أخير نتلقى من شاء الله في فيديو قادم مع وصفة قادمة بإذن الله دمتم في رعاية الله وحكراً شكراً شكراً شكراً